حفل إطلاق تزويد بلدية المبروك وخمسة تجمعات أخرى تابعة للبلدية بالمياه الصالحة للشرب من بحيرة الظهر يتم تحت إشراف مستشار وسير المياه والصرف الصحي المكلف بالمياه الريفية سيد نينجا محمدو رفقة مدير ديوان والي الحوض الشرقي السيد عبد الرحمن والأحمد دادا وسيمكن هذا المشروع من تزويد عدة قرى وتجمعات رعاوية بالمياه التي طالما عان السكان من شحها وندرتها يحتل نفاذ المواطن إلى الماء الصالح للشرب موقعا مميزا طمن برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ نازواني وفي هذا الإطار يدخل إنجاز تزويد ستة قرى من المحور الجنوبي للظهر الذي تشرفون اليوم على تشيني منشاءاته والممولة من طرف الحكومة الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية بغلاف ممالي قدره خمسة وخمسون مليون أوقية جديدية وتتعلق بتزويد قرى المبروك بوغادوم بوم نصعود القرفافية والصنط القعيدة انطلاقا من بحيرة الظهر عمدة بلدية المبروك ثمن باسم ساكنة هذا المشروع مبرزا انعكاساته على سكان المناطق المستفيدة منها إنه لشرف العظيم أن نرحب بكم وبالوفد المرافق لكم باسمي شخصيا وباسمي ساكنة بلدية المبروك وأنتم بين ظهراننا لتشرف هنا على انطلاقة الفعلية لشبكة مياه بحيرة الظهر في عاصمة بلديتنا العزيزة وهو حدث تاريخي هام يستحق الإشادة والتقدير لما له من بالق الأهمية في حياة المواطنين مشروع تزويد هذه القرى بمياه ظهر تم وفقا لبرنامج ومخطط وزارة المياه والصرف الصحي المبني على هندسة فنية اتخذت المواصفات المطلوبة وراعت الأجال المحددة في دفتر الالتزامات من رب العمل هذه الوحدة تمثل هام شيء للقرى التي تعاني من عطش حاد ومولي مناطق محتاجة جدا لتلبية حاجيات المواطن لأنه من مناطق اللي فاصلة في الماء اللي فات الماء قبل هذا لا يخلع لها في الجنوب والشمال ولكن استفادت منه واستفادت منه في هذه الحقبة التي كانت ضرورة باستفادة منه المشروع الحمد لله فى الأجال المحددة واستفادت منه الناس كاملة والحمد لله احنا اليوم في المبروك في التتشين الأخير منه في أربع قرى ودشرت من أربعة تشار تقريباً ودشرت ونزلت كانت باقي هذه وبقادوم وهذا هو اللي احنا كنا ركا تجاه في إطار تتشينها بإنجاز هذا المشروع وإطلاقه تكون بلدية المبروك والقرى التابعة لها قد حصلت على حاجتها من مياه الشربة من بحيرة ظهر ليتم القضاء بشكل نهائي على رحلة المعاناة التي طالما عانت منها المنطقة لقناة الموريتانية محمد بلال بلدية المبروك ولاية الحوض الشرق